رب العبارة حلوة سفر رؤية سحر 14 العبارة حلوة سفر رؤية على اللي هيحصل أريب عندما يأتي المسيح ويأخذ المؤمنين بشخصه إلى السماء وهناك بعد ذلك سوف يكون هناك دينونة للمزيفين العزارة الجاهلات افتكر في متى سبعة عندما تكلم الرب على هذه اللحظة اوضح العزارة الجاهلات كمان مثل اتكلم فيه الرب يسوع في متى خمس وعشرين بيتكلم عن عشر عزارة خمس حاكمات وخمس جاهلات الجاهلات كانوا غير مستعدات فجأهم هذا اليوم في متى سبعة الرب يسوع قال في ذلك اليوم سيأتي كسرون ويقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات فأصرح لهم قائلا اذهبوا عني يا فاعلي مش المعجزات يا فاعلي الاسم أنا لم أعرفكم قط قريب جاي اليوم دوت مش كل واحد وعز وعزة ولا كل واحد طلع في برنامج ولا كل واحد قطر نين ولا كل واحد عمل عمل ديني ده معنى أنه مؤمن حقيقي أنا بصلي زي ما كنت بقول من شوية أن الروح القدس يزعج المرتاح لكن كمان في نفس الوقت يريح المنزعج أقصد يريح المنزعج اللي الآن من الأوضاع الغلط ديت أشخاص الأطقية اللي بيقولوا رب أنت أبر من أن أحاكمك لماذا تسمح أن ينجح المزيفين والأشرار أيها المنزعج والألآن استريح قريب هيجي الآتي ولا يبطئ شكرا للمشاهدة